آخر انتخابات رئاسية، آخر جلسة، رهنتوا أنه جهاد أزعور يجيب أكتر من ستين، ويجيب أقال من ستين. شفنا فورة قوتية بمجلس النواب والنايب ستريدال العجاع والنايب جورج عدوين. عزي، عزي، بدك تسمع الوقات؟ يلا. عزي، أول شي، هايدي النتائج، 51، 59، ورقة ضاعة، نسيوا المثل اللي بيقول ازاي تخيل ناقص. سنة الـ 2016، بدي أذكر جهابذة العمل البرلماني بما فيهم دولة الرئيس اللي كان صديق لكل فترة وليتي بالمجلس أنا، رئيس نبي هبري. سنة الـ 2016، نعد المغلفات زيد واحد عدنا الاقتراع ثلاث مرات ترجعنا، فرزنا، بس اطابق عدد المغلفات مع عدد نواب المقترعين. مش هيك؟ تذكرها؟ كنت تهتم بالسياسي، ما بعرف. كنتوا بعدني ورح. وبالتالي، وبالتالي، بالفرز ورقة ناقصة، بعض النواب طلبوا إعادة الفرز، يا إخوان مع احترامي لمعلوماتكم، هذه الأوراق أطلفت، مين بيضمن أنه ترجع تنفرز بشكل جدي؟ ما الأستاذ عدنان ظاهر عم يقرأ الاسم، ويخزق الورقوينا ولا لحداً وراتا يضبها، طلب الوحيد المنطقي القانوني والدستوري هو اللي طلبته مادام ساتريدة، عيد الاقتراع يا دولة الرئيس، لأنه في خطأ خصل. رح يجيب أكتر من ستين جهاد أزعور؟ كان جيب ستين. مش هون المشكلة، المشكلة، نحن سعين هيكونوا اتنين ستين، ثلاثة وستين، هن أحد صفر العرب قال معركة الصفرين، بدون يحققوا فوق الواحد وخمسين، ويحكى أنه في أحد المراجع عطاهم صوتين على أن تكون لي مرة واحدة فقط، قال لهم بعطيكم هالمرة صوتين وين سوا، يعني بيرجعوا للتسعة واربعين، لو نعمل دورة تانية. نحن كان همنا نثبت أنه فيه رداً على دعاية أطلاق قوة من كانون الثاني لجلسة 14 هزيران، أنه هن مرشحهم جداً للإستاذ تيمان فرنزية، والمعارضة عم تتسلى، كأنه ميشيل معوض اللي انتخب 11 مرة ب11 جلسة دورة دورة اقتراع، لأنه كانوا عم بعطلوا النساء الثاني مرة، أنه كان مزحا. رغم ذلك تعطعنا مع الطيار الوطني الحر وجبنا تسعة وخمسين أو ستين صوت، ما بعرف الملغات لمين، ناس بيقولوا مغلف فاضي، ناس بيقولوا الرئيس بريقيل هاي لزياد برود، عطاها مجاناً لزياد برود مع احترامي للكل يعني من الرئيس بريقيل لزياد برود. وبالتالي فيه غلط ارتكب بهذه الجلسة، نحن لو حققنا رأم الستين بالحد الأدنى عم نطلب خلي الجلسة مفتوحة، خلي النصاب متوافر، ومنشوف الوين منوصل، ما قبلوا يلعبوا اللعبة الديمقراطية، وبمناسبة الحديث بهالمرحل، اسمح لي استطرد عن الضرورات تبيح المحظورات، هل من محظور أكبر من التسبب بالشغور بموقع رئيس الجمهورية؟ أنا بالنسبة إلي، ما يوخزوني كل اللبنانيين، ما عندي موقع بكل الدولة اللبنانية، هلأ عم بيحكوا أنه بيصير فوضى، وبالوكالة وغير ولكالة من عين ممنع، ما بتعمل شيء إلا أنت خيب رئيس جمهورية، لأنه لا ضرورة أعلى من انتظام عمل المؤسسات بجهود رئيس الدولة، اللي هو رئيس الدولة.